تقدم حكومي في محافظة يابيان وسط مواجهات عنيفة مع ميليشيا المجلس الانتقالي حيث دارت مساء جمعة التاسع عشر من يونيو الجاري مواجهات عسكرية في مديرية خنفر بيابيان بهدف السعادة السيطرة على جعار عاصمة المديرية وفق مصادر عسكرية فإن قوات الجيش شنت هجوما واسع نطاق على سلسلة جبال النجيد القريبة من مدينة جعار وتمكن الجيش من إحكام السيطرة على السلسلة الجبلية بالإضافة إلى منطقتين الكثيب وصرر الواقعة على بعد حوالي سبعة كيلومترات من عاصمة مديرية خنفر المصادر العسكرية الحكومية أكدت قيام الجيش بقصف المواقع العسكرية للمجلس الانتقالي المتمركزة داخل مدينة جعار ومنطقة الدرقاق مستخدمة الدبابات والمدافع الصراع الأخير في أبيان بين الجيش والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أسفر عن قتل وجرح بين الطرفين من بين الضحايا مسؤول أمني برتبة عقيد كان يقود المعارك ضد الانتقال في منطقة الطرية وبحسب بيان وزارة الداخلية فإن العقيد صبر علي قتل وهو يواجه قوى التمرد والظلام التي دمرت كل ما له صلة بالنظام والقانون يأتي التقدم العسكري للحكومة في أبيان بالتزامن مع سقوط حديب وعاصمة محافظة أرخبيل سقطرة بيد ميليشيا الانتقالي وتسعى القوات الحكومية منذ فترة إلى السيطرة على أبيان بهدف التقدم نحو عدن التي تقع تحت سيطرة الانتقال منذ غسطس 2019 وفيما يبدو فإن الصراع في أبيان هو جزء من صراع كبير بين الشرعية والإمارات تشمل خارطته عدن وشبوة وسقطرة وبتقدير محللين فإن السعودية قد تدخل كطرف في الأحداث القادمة بعد اتهامات رسمية وشعبية اعتبرتها طرفا غير محايد وغير نزيه شكرا